هذه القصة صارت قبل كم من يوم وكلموني العائلة نفسهم بعد ما حد نقل لي الخبار لا العائلة نفسهم هم اللي قالوا لي القصة نفسها فقلت انا اطلع احذركم وتنتبهون لللي صار طبعا هم رايحين كونوا عندهم موعد كذا في المستشفى في الدمام بعدين طلعوا من الدمام رحوا البحرين بيفطرون هناك في البحرين وبيستنسون في رمضان اللي صار انه في احدى المجمعات قابلوهم المصريين ذي اللي موجودين في البحرين اللي يسوقون حق الطيران والتذاكر السفر ويقولون لك بس بعطيك سؤالين او ثلاثة اسئلة اذا جوابتم تفوز معانا برحلة الى جورجيا مثلا والله الى تركيا والله الى اذربيجان ويعطونك الثلاثة اسئلة وانت تجاوب يمكن عرفتوهم بعطيكم القصة بالتفاصيل الحين اللي صار انه ربعنا الحسوية جاوبة على الاسئلة الزوج والزوجة اللي صار انه اعطاهم ثلاثة اسئلة وجوابت الزوجة والزوج عن الاسئلة قالوا لهم مبروك كنتم فزوا معانا بتذاكر سفر الى تركيا تقريبا بس تستلمون التذاكر من الفندق الفلاني فهم مكذبين ومصدقين قال اوهم مشكلة خلنو روح وراحوا الفندق استقبلتهم احدى الفتيات هناك واشرحت لهم عن السفار واسئلة وكذا بعدين دخلتهم في موضوع ثاني قالت لهم ترى عندنا عقار في تركيا تتملكين شقة على البحر ومستوى راقي وانتوا اذا ما بتسكنونها تقدرون تأجرونها فاستثمار ان شاء الله جدا جدا مقبول وجدا ممتاز وجدا مضمون وعندنا اوراق لكم وصكوك وكل شي موثق ومن هالكلام التسويقي اللي خلاهم يصدقون ويدخلون في هالزوبعة ويدفعونهم الفلوس كم دفعهم تتخيلون اسمعوا كم دفعهم دفعوا 14000 ومطلوبين الان بعوراق رسمية خمسين الف تخيلوا الموقف اللي وصلاله من سؤال سؤالين وتذكرة سفر الى شقة على البحر الى اني ادفعك اللي وراك ولي قدامك وتعال دوري بعدين الحين وين تدورهم ديال الشركة شلون اعرفهم انا جلسين في فندق وماخذين لهم صالة وجلسين ترجع للفندق ما تشوفهم ما تدري وينهم فالحذر ثم الحذر ثم الحذر وحذروا ربعكم وناسكم وكل اللي تعرفون الحين بجي جاز اكيد ان لو كثير رح يسافرون مو بس البحرين في كل مكان رح تسافر رح تشوف ذيلي الناس اللي يقولون لك بعطيك سؤال واذا جوابت باعطيك سفر هذي حتى لا تسمعه مو بس ما تطاوعة لا تسمعه لا تسمع بتاتا اشتركوا في القناة